السفير كريستين بيرغر شكرا جزيلا على استضافتي أود أن أبدأ معك بسؤالك بناء على العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي كيف يمكنك وصف هذا الجانب من التعاون حسنا هناك تاريخ طويل من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعود إلى أود أن أقول إلى 50 عاما حيث بدأنا بسياق من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا ومن ثم تطور التعاون مع مصر ليضم كثير من مجالات التعاون الرسمية على مدار أكثر من 60 عاما ولكن هناك آلاف من الأعوام قبل هذا التاريخ من التعاون في كثير من المجالات بين الجانبين فهناك علاقات قوية في مجال تبادل الثقافي وتبادل التاريخي وكذلك العلاقات القوية بين الجانبين إن كافة هذه الجوانب والمكونات لهذه العلاقة أهمها هو التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أكثر من 25% من التجارة الخارجية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي فبالتالي هناك علاقات تاريخية قوية وكذلك مصر الدولة في أفريقيا التي لديها أكبر استثمارات من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فبالتالي هناك علاقات قوية بين الجانبين وهذا أيضا وثقا ويمكن أن نرى ذلك في عدد من البرامج والمشاريع المشتركة على مدار عدة أعوام وأعتقد أن كافة هذا المجال من التعاون في مجال الطاقة والهجرة والمياه وعدد من الأمور الأخرى هذا يأتي بنا لسؤال هام كيف ترى الموقف الاقتصادي لمصر بعد الزيادة الكبيرة في الصادرات المصري إلى أوروبا لقد كان هناك جمود في الصادرات خلال جائحة كورونا ولكن في العام الماضي زادت حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي حيث زادت صادرات الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 170% والصادرات من الأسمدة وصل إلى أكثر من 140% وهذا بسبب الدوافع الكبيرة في سوق الطاقة والموقف في الأوروبي للحاجة إلى الاستفادة من تجارة الغاز مع البحث عن المواردين ومصر هي الدولة يمكن يعتماد عليها بسبب قوتها في المنطقة وهذا يؤثر على العلاقات التجارية والواردات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر انخفضت ولكن بدأت في الارتفاع تدريجيا فهناك علاقات قوية بين الجانبين بالفعل ما هي وجهة نظرك بشأن حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر على مداري عدة أعوام فإن حجم وصل إلى 80% من الأرصدات الاستثمارات وكان هناك انحضار بسبب جائحة كورونا ولكن أعتقد بدأنا نرى أول برهان على زيادة هذا المعدل مثل ما كان قبل جائحة كورونا ماذا بشأن تنصيق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي والطاقة حسناً إن كل المجالين متعلقين بشكل وثيق بالموقف الحالي ولدينا أزمة غذاء عالمية وكذلك أزمة في الطاقة عالمياً بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا مما أثر على الأمن الغذائي حيث أدركنا أننا لابد من العمل عن كثب مع كافة الرفقاء والشركاء لتحقيق الأثر الإيجابي لتوفير سلاسل الإمداد لتوفير صادرات الحبوب إلى مصر وكذلك ما نراه من أثر مالي يؤثر على الأمن الغذائي في إفريقيا وأعتقد أن مصر لديها حجم كبير ومساهم كبير في هذا الشأن كل المجالين من شأنه دعم القدرات لكل الجانبين والأمر الثاني هو الحاجة إلى تعزيز الصادرات والمحاصيل الزراعية من خلال تعزيز كافة إجراءات الزراعة من خلال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالات الأوروبية والوزارة الزراعة المصرية